دكتور ما هي أنجح الأسليب في التعامل مع الملحدين؟ وقد يكون اليوم بعض المسلمين وبعض أبناء العائلات المسلمة اقتربوا من الإلحاد اللي لم يتبنناه بشكل كامل لا يجوز قمعهم بل مناقشتهم الفكر يعالج بفكر والقوة تعالج بقوة أما الفكر لا يعالج بالقوة أكبر خطأ يرتكبه المسلمون إذا عالجوا الملحد بالقوة قوي هات قوة فكر هات فكر أقنعه أقنعه طبعا إذا إنسان حشته كانت ضعيفة بنهار نعم إذن على الإنسان الذي يريد أن يناقش في ملف اللحاد أن يتسلح بالعلم أن تواجه الفكر بالفكر نعم والقوة بالقوة نعم نعم إذا نصيحتين دكتور أن لا يقمع الملحد أبدا أبدا نسمح له بالتعبير الكامل بهدف وقد يكون هو قنعه 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 منتفع موضوع ثاني أما قنعه بالإلحاد قنعه اقنعه أنت والذي لا يمتلك الدليل عليه أن يبحثه في العلم الشرعي حتى يكون مسلحا بهذا الدليل نعم وفي حكمة بالغة لا يمكن أن يخلو العصر من عالم صادق يقيم الحجة عن الناس نعم هذه قطعا أنا أمين فيها بكل مكان فيه واحد يعني الله موزع الدعاة توزيع جغرافي حكيم جدا بكل بلده فيه إنسان معه حجة قوية وإذا إنسان بحث عنه يصل إليه نعم طيب دكتور لماذا نوعا ما ينتشر الإلحاد في هذا الزمان أكثر بما كان فيه بالماضي إنه الشهوات متفلتة نعم الشهوات تحتاج إلى إلحاد إنه الإيمان مسؤولية إذا إنسان مؤمن في عنده قيود صحي عنده حدود عنده حرام عنده حلال عنده عقاب عنده عقاب شديد جدا نعم الإلحاد بريحه من المسؤولية بتهمه بحل المشكلة بس ما حل ضعف المشكلة نعم نريد أن نتناقش مع فضلة الدكتور في هذه المسألة نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى من سورة الجاثية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون دكتورنا الكريم أهلا وسهلا بفضلتكم بارك الله بكم ونفع بكم على قدركم ما هو الإلحاد الإلحاد أن تنكر الشمس في رابعة النهار المرحد لا يتهم بعلمه يتهم بعقله أن المرحد إنسان أنكر ضوء الشمس الصاطعة في رابعة النهار في مليار دليل على وجود الله عز وجل مليار سيدي إنك ترى الله في كل شيء في الطفل هذا صار في حوين منوي لقح بويضة تمام طيب لو فرضنا أنه البويضة لقحت وعم تنمو بالغذاء حتكون عبارة عن قطعة لحمة كل هذا كيف صار قسم دماغ قسم قلب قسم كليتين يقولون لك الطبيعة شكلت نفسها شو الطبيعة؟ كلمة ما لا معنى أطلاقا الطبيعة إذن الإله هي الطبيعة أنا بسميه الله تسميه الطبيعة في يد حكيمة عليمة رحيمة دقيقة جدا يعني عفوا هذا الطفل الطفل ببطن أمه ما في هوا بس في عنده رئتين الرئتان مصممتان لبعد الخروج من الرحم وهو ما فيه ما الذي يحصل الدم في دورة صغرى ملغات الكبرى للجسم صغرى على الرئتين للتصفية أي ملغات فمغلق الطريق إلى الرئتين مفتوح ثقب بالقلب كشف عالم فرنسي اسمه بوتال القلب ينتقل من أوذين إلى أوذين بدل الذهاب إلى الرئتين ما شي الحال ولد تأتي جلطة تغلق هذا الثقب عند الولادة كشف عالم اسمه بوتال فرنسي اسمه سقب بوتال يد من هي رحمة من طيب الطفل الآن ولد الآن ولد بيضع شفتي على سدي أمه بيحكم الإغلاق بيسحب الحليب أي اسمه منعكس المص آلية معقدة جدا لولا أن هذه الآلية مغروزة مع الطفل عند الولادة ما في حدا عايش بالأرض إطلاقا هلأ ولد ميمدو يعلمه والمص عملية معقدة يضع شفته على حلمة أمه يحكم الإغلاق يسحب الهواء بيجي الحليب رحمة من قدرة من علم من الله سبحانه وتعالى نعم يعني حقيقة وجود الله موجودة لكن إنسان هو أن يسعى للوصول إليها نعم لكن هو الذين جادوا فينا لنهدينهم سبولنا الله ينتظرنا هو الإنسان أحيانا أنا أقول كلمة دقيقة جدا المنتفع لا يناقش المنتفع لا يناقش والقوي لا يناقش والغبي لا يناقش وقد يجتمعون بواحد منتفع على قوي على غبي وكل إنسان ما دخل أغرب حسابه غبي غبي جدا بل هو أغبى الأغبياء لكن له لم يلمس أثر مادي لوجود الآخرة في الدنيا دكتور لا بحث لأن الدين بحث نعم بحث يصل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا يعني لو كان في ملحد إنجاز التعبير عن ناحية علمية بحثا حقيقة فلم يجد وجودا للإله ولا الآخرة لا بد لله أن يهديه في هذه الآية دكتور لو إنسان عن قناعة لا يمكن أن يموت ملحدا يتولى الله في عليائه هدايته يا الحق أما الملحد المنتفع موضوع ثاني هذا نعم الحقيقة ما وجدت أبلغ من توضيح هذا الموضوع وسلبيته وافترائه وبعده عن الحقيقة من أن أروي بهذا اللقاء المباشر الطيب ما قاله الملحدون والطغاة وهم على فراش الموت الأول سيزر بورجيا بيقول في حياتي كنت أستعد لكل شيء إلا الموت وأنا الآن أموت ولست مستعدا له يعني مشكلة الإنسان الغافل عن الله الشارد يعيش لحظته الآن يأكل ويشرب ويستمتع ويتفلسف بالمعنى السلبي يعني هيك رأيت عندي شيء غير موجود من أنت فمن أنتم حتى يكون لكم عنده فالإنسان لما بيكون بعيد على الدين وشهواته محققة ونسي الموت ونسي المغادرة بس متى شيء الفاصل عند مغادرة الدنيا سينتقل من القصر إلى القبر من بيت زوجة أولاد بنات لقاءات سهرات ولائم عزايم رحلات سياحة هذا قبر قبر شيء مخيف عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولبقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت إذن يبدو دكتور أن الإنسان حينما تأتي اللحظة الحاسمة يدرك الحقيقة طبعا تمكشف الحقيقة شوف سيدي الإنسان إذا اقترب من الموت فحوى دعوة الأنبياء كلهم يراها ناصعة واضحة عند الموت وما هي فحوى دعوة الأنبياء؟ في آخرى في إله سيحاسب ويعاقب في جنة في نار في عمل صالح في عمل سيء في عمل مجرم فالإنسان يكون في حياته مغشة عليه لماذا؟ لأن الشهوة تعمي وتصم قيل حبك الشيء يعمي ويصم نعم فالشهوة حاجب بينه وبين الله عز وجل المستقيم ما عنده شهوات بس يصرفها في القلوات السليمة بالمناسبة ما من شهوة أو دعاها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسريخ لا لها بالدين ما في حرمان أبدا الله أوضع فينا شهوة المرأة في زواج المال في عمل المرحل الثاني توماس إبس فيلسوف وسياسي يقول أنا على وشك القفز في الظلام ولو كنت أملك العالم في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في الحياة لو يملك العالم شركات الأرض أراضي الأرض بيوت الأرض يملكها كلها لدفعها ليعيش يوم واحد يتوب فيه أنا على وشك القفز في الظلام ولو كنت أملك العالم كله في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في الحياة يا ليتني قدمت لحياتي سيدي أمر حالي نفسي الندم الندم شعور لا يحتمل فرط يعني واحد وجد الجنة وما فيها من نعيم إلى أبد الآبدين ضيعها بسنوات معدودة أمضاف المعاصي والآسى يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد بقابلة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مسافة كبيرة جدا بين مؤمن أمام جنة إلى أبد الآبدين وبين مجرم أمام نار إلى أبد الآبدين مسافة كبيرة جدا دكتور إذا كان نور الإيمان والتوحيد صاطعا كضوء الشمس كما شبهته في مطلع الحلقة لهذه الدرجة لماذا لم يؤمن كل الناس؟ أنت إنسان مختار علت وجودك الاختيار الكائنات كلها المخلوقات كلها حتى النباتات حتى الجمدات نفوس كلها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولة لا ما كان ظلوم جهول كان طموع فلما قبل حملها وخان الأمانة كان ظلوما جهولة تقرأ قراءتين قراءة تقريرية وقراءة استفهامية أنا على وشك القفز في الظلام ولو كنت أملك العالم في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في الحياة يوم واحد لو يرمك العالم كله هو واحد مالك الأراضي كلها بالأرض الشركات كلها الثروات كلها دفعها كلها من أجل يوم واحد يتوب فيه إلى الله عز وجل لذلك إلي كلمة كنت في أمريكا قال لي واحد ماذا رأيت هناك قلت له والله في ملاحظتين الأولى الإنسان هناك يعيش لحظته بيته سيارته سهرة لقاء نزهة سياحة إلى آخره يعيش لحظته الهم الأول الرفاه ما فيهم تاني أنه من خلقني لماذا خلقت ما الموت ماذا بعد الموت ما الجنة ما النار ما الأباد يعيش لحظته همه الرفاه هذا العام العالم كله ماشي بها الطريق وهذا طريق ميمر المؤمن إنسان متميز عرف سر وجوده وغاية وجوده عرف أن له ربا عظيما هذا الرب خلقه للجنة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لجنة عرضها السماوات والأرض فبحث عن ربه لا نحرم النساء يتزوج ويعمل ويأكل الماء الأشياء الأساسية متاحة له كلها بس من طريق نظيف إذن هو شرع الله سبحانه وتعالى ما في حرمان أبدا نعم أفضل دكتور هو أن يبحث عن الحق هذه قضية حساسة وقضية محمد من أيضا الأقوال شيخنا الكريم لأولئك الذين توماس باين هو كاتب ملحد عاش في القرن الثامن عشر قال أرجوكم على فراش الموت لا تتركوني وحيدا يا إلهي ماذا جنيت لأستحق هذا لو أن للعالم كله ومثله معه لدفعت به هذا العذاب لا تتركوني وحيدا ولو تركتم معي طفلا فإني على شفيري جهنم إني كنت عميلا للشيطان هذا توماس باين كل أسماء ملاحد كبار بل ملاحد دعوا إلى الإلحاد بو يعني لحال ملحد ما قنع بالإله لا كان داعية ملحد يحث الآخرين على الإلحاد على كل إنسي دي يا ليتني قدمت لحياتي الله يفتح لكم يا دكتور فأرجو ألا تتركوني وحيدا في وحدة إنسان بالحياة أولاده أصدقاءه جيرانه مكانته مدير عمل مدير مؤسسة سياراته ونزوهاته احتفالاته مشغول إمتى أصعب شيء حينما ينفرد الإنسان بنفسه المؤمن ما له آكل مال حرام ما بنى مجده على أنقاض الآخرين ما بنى حياته على موته ما بنى عزه على ذلون ما بنى غناء على فقر ما شيء صح ما في عنده مشكلة عند الموت في إله رحيم هو قطاعه في الدنيا لذلك حالات المؤمنين إذا ماتوا كأنه في جنة في جنة حتى ورد بعض الآثار النبوية المؤمن لما يرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط والآخر يقول لم أرى خيرا قط فهو واحد بنى مجده على أنقاض الآخرين بنى حياته على موته والله أنا بشوف عن طغاة أغبى بني البشر ليش أغبى بني البشر لأنهم ما أدخلوا محاسبة الله لهم في حسابهم اليوم رابع واحد توماس سكوت اسمه مستشار إنجليزي توفي عام 1594 قال وهو على فراش الموت حتى لحظات مضت لم أؤمن بوجود إله أو نار ولكن الآن أنا أشعر بوجوده ما حقيقة وأن الآن على شفير العذاب وهذه عدالة القضاء الرباني بذلك بطولة الإنسان ألا يندم لما بيندم يكون غلطان معناته البطولي ألا تندم إذا واحد ماشي وفق منهج الله ما بيندم يكون فخورا إنه فيه إله إله عليم قال له افعل لا تفعل ماذا ماشي بتوجيه خبير ما بيندم إذا واحد ماشي بشهواته بدأ يندم إجباري الدين ما معه لعبي إطلاقاً مصير أبد جنة نهر حلال حرام انحراف استقامة عمل صالح عمل سيء دكتور يبدو أن الثورة الفرنسية والتي جاءت على لسان بعض منظريها أنها قامت يعني لتقتل آخر إمبراطور بأمعاء آخر قسيس هذا كان من أحد الشعارات التي رفعت يبدو أن الإمبراطورات ورجال الدين في ذلك الوقت القساوسة تعاونوا معاً ضد الشعب فقامت الثورة الفرنسية لمحقي هذا وهذا فزاد الإلحاد بحداً كبير في ذلك الزمن أنا أذكر كنت في بتحف توبي كابي به تركية نعم وقفت عند كمال أتاتورك وجنبه ساعة تسعة ألا عشرة نعم سألت عن هذه الساعة لماذا تسعة ألا عشرة فقيل لي وقد وفاته مساء حاطين ساعة مرتبة عقربة تسعة ألا عشر دقائق وأتوفى علقتها التعليق الآتي كم طاغي جاء إلى الدنيا لإلغاء الدين نعم بفطاص والدين باقي أنا سافرت من إسطنبول إلى بلدي والطريق 380 كيلو متر إلى يلاوة بالطريق البري 380 كيلو متر طبعا بالبحر قريب كتير أنا لحظت عديت المحجبات بالسيارات 8 بالعشرة محجبات يلي أراد إلغاء الدين فطس والدين بقيان الدين منهج الله عز وجل أبدا يعني أديش في حكومات أرادت إلغاء الدين كليا هني انفطصوا والدين باقي مرة مدير سانوية ضخمة جدا في تركيا قبل الانفراج الديني تباحون أخذني مكتبه الضخم فت لغرفة تانية جم مكتبه في سجادة قام السجادة في باب فتح الباب في سلة من زنة اللي هون بصلي أنا مدير أضخم سانوية بسطنبول لو صلى انتهى هيك كان سابقا بينزل لغرفة تحت الأرض بيصلي فيها ومع ذلك هل أنفضل الله تركيا إسلامية ما في شي بدوم سيدي ملك قاله لو وزيره قل لي كلاما إن كنت حزين أفرح أو فرحا أحزن قال له كل حال نزوك ما في شي بدوم إلا الله سبحانه وتعالى شيخنا هل من الأولى أن نقترب من هؤلاء الأصدقاء أو الأقارب اللي بفكروا بهذه الطريقة ولا نتجنب الحوار معهم أنا أريد رأي دقيق جدا أو إيمانك بطريقة ما يقدر مرحد يخربتك نعم بدك إيمان قوي إذا إيمان تقليدي سماعي هيك أمك وأبوك حكولك هذا ما بيسموض أمام الشبوهات المرحد معه حجج دقيقة جدا مو دقيقة صحيحة بس فيها احتيال أنا بقول الإنسان يمكن إيمانه حتى ما يقدر واحد بعيد عن الدين يخربته إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا عنا لعبة اسمها شد الحبل تعرفوها نعم إذا أنت عتمعوا ناس بعيدين عن الدين وقدرت تشدهم لعندك خليك معهم دائما ونشدوك لعندهم تركون المقياس شد الحبل إذا كان شدوك لعندهم لتفلتهم لعقيدتهم الفاسدة وما عندك أنت حجاج لا تركون حصل نفسك إذا قدرت تقنعهم وتراجعوا عن أفكارهم خليك معهم الضابط شد الحبل جميل يشدهم أو يشدونك لا يفتح لك يا دكتور من يبحث عن دليل ملموس لوجود الله قلت لك أنا ما عمره شفت ربنا ولا حسيت في وجوده كيف يرد عليها دكتور الهواء تراه لا تراه أبدا في مليون شيء لا تراه الأشعة الكهراطيسية تراها كل التلفزيون عليها مبني مبني أعلام كلنا أعلامنا كله على الأشعة الكهراطيسية تراها هي الرؤية سيدي مو معقول تكون هي مقياس في شيء موجود ولا تراه هل حالة الترد التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم دكتور من ضعفنا علميا وضعفنا سياسيا واقتصاديا سبب في عدم قناعة مجموع الناس بديننا كضعفاء ألا وهو الإسلام أنا أقول حينما لم ينجح القطاب الديني عمل مشكلة لا الخطاب الديني إذا نجح شيء كبير جدا إيش نقصد بالخطاب الديني دكتور هل أنت الدين معروف توقيفي لما أنت بتخاطب شخص بموضوعات صغيرة جدا لا تقدم ولا تؤخر كفرته بالخطاب الديني بتخاطب بموضوعات أساسية بحياته موضوعات عملية موضوعات تسعده بتأمله حياة آمنة مطمئنة حياة فيه رقي هذا الخطاب إذا نجح يقبل لذلك الناس يرفضون الخطاب الديني إذا أخفق الخطاب الديني يرفضه المسلم وإذا نجح يقبله غيره المسلم إذن الإسلام كامل بكمال الله لكن يبدو عنه مشكلة بالخطاب التجديد في القطاب الديني يعني تخاطب عقله وقلبه بالنص الصحيح لا بقصة سافئ سخيفة لا بحديث موضوع بالنص الصحيح من كتاب وسنة وتخاطب عقله وقلبه معا نعم الله يفتح لكم يا دكتور اشتركوا في القناة